السلام عليكم نكمل الدايودات وناخد الزينار دايود الزينار دايود عندي بي ثلاث حالات خلي نبدي بالحالة الاولى اللي هي فكسد VN وفكسد RL شنو يعني فكسد يعني عندي ال VN المصدر يكون ثابت وال RL تكون ثابته هاي الحالة الاولى لها قوانين خلي ناخد مثال ونوضحها فرد الزينار دايود اريد احسب VL وVR وIZ شنو ايزت هاذا الزينار هاذا يكون شكلي الزينار دايود هاذي مناه سالب مناه موجب الزينار دايود هاذا عنده V VZ 10 فولتية والايزت يقصد بيها هو تيار الزينار وهنانا عندي VR مقاومة VR وعندي هنا مقاومة اللي هي تكون عليها VL يعني هاي RL وعليها فولتية VL وهاذي مقاومة R عليها فولتية VR هسه نحسب ال VL شون احسب الفولتية اللي على هاذي المقاومة احسبها من خلال قانون تقسيم الفولتية اللي هو انا اريد VL الفولتية الكلية في المقاومة اللي اريد احسب عليها الفولتية على مجموع المقاومتين الفولتية الكلية اللي هي 16 V في المقاومة المطلوب عليها احسب الفولتية هذي المقاومة اريد احسب عليها الفولتية اشقد قيمتها 1.2 على مجموع المقاومتين المقاومتين اللي عندي بالدائرة اجمعهم 1.2 زائد 1 اضرب 16 في 1.2 واقسمها على مجموع 1.2 زائد 1 نضيني 8 0.72 72 فولت هذي ال VL زين اجل القوانين طبعا قوانين قوانين عادية يعني التيار شي يساوي لاذا عندي IL الفولتية على المقاومة بس التابعة لل L لل load ال IR VN ناقصا VL على R واقدر اقول VL على R فولتية هذي VR هنا VL VL على R عندي اهم شي هنا الشرط شوكة VL تساوي لي VZ اللي هي استخرجتها VL شوكة تساوي لي VZ تساوي لي VZ من تكون VL اكبر من VZ من تكون VL اكبر من VZ VL هي 8.72 VZ 10 طلعت اصغر منها اذا هسا هذا الشرط هذا القانون ما رح اطبق لما VL تساوي VZ الشروط الثانية عندي تخص ال diode اذا يكون off او on اش وقت اذا VL اصغر من VZ VL اللي هي هذي تكون اصغر من VZ VL هي 8.72 وسبعين اصغر من VZ اللي هي حيصير open لان ما يش طول وهذي اللود هنا انا واحد كيلو اوم هنا انا واحد بوينت اثنين كيلو اوم هس شنو معناها صار عندي قطع بالدائرة ليش صار قطع لان VL طلعت لي اصغر من VZ هذي VL اصغر من VZ VL اصغر من VZ معناها the diode is off اوكي هس نحسب VR طالب من عندي احسب VR VR وين تكون هنا VR هذا اعتبر ما اكو اخذ لوب واحسب VR 16 VL ناقص VR هنا زائد هنا زائد هنا ناقص هنا زائد هنا ناقص اخذ اشارة الخروج ناقص VL يساوي لصفر الVL قيمتها 8.72 يعني 16 VL ناقص VR ناقص الVL اللي هي 8.72 8.72 ويساوي لصفر هسه 16 ناقص 8.72 VR راح تطلع تساوي لي 7 20 VL هسه يريد من عندي احسب له الآي زت الآي زت يعني التيار العل دايود الدايود ما اشتغل صار OFF معناها شنو الآي زت صفر خلينا اخذ مثال ثاني determine VL وVR وآي زت نفس المطالب ومنطيني هاي الدائرة نفسها بس مغير الآي صار 3 كيل وآم اول شي نستخرج VL اللي هي هنا ايضا باستخدام طريق قانون مقسم الفولتية اللي هو الفولتية الكلية 16 في المقاومة في المقاومة المطلوب القياس بها اللي هي اقيس عليها الفولتية اخليها هي 3 كيلو اوم على مجموع المقاومتين واحد زائد 3 اوم كيلو 16 الفيزة فهذه الحال راح يكون الدايود اون ومن الدايود اون معناها الفي ال هي تساوي للفي زت يعني قيمة الفي ال راح تساوي للفي زت الفي زت شنو قيمتها راح تكون نفسها للفي معناها هسه هنا عندي الفي اكبر من الفي زت معناها الدايود شبي اون في تساوي لي في زت معناها الفي راح تساوي لي عشرة فولت تاخذ فولتية الزت نفسها راح تكون لها الفي يعني هسه الفي اللي هنا مو 12 لا عشرة فولت لان دايود مش طول هنا تكون عشرة هسه اجي احسب في ار الفي ار وين صايره هنا الفي ار على هذه المقاومة يعني اخذ لوب هنا فقط واحسب الفي ار اللوب هو 16 فولت ناقص في ار ناقص 10 فولت تساوي صفر هاي العشرة مالة الفي الفي الدايود الى فولت اسمها في ادخل بموجب اخرج بناقص اخذ اشارة الخروج معناها 16 ناقص 10 ينطيني 6 اذا الفي ار تساوي 6 فولت هاي في ار هسا استخرج الاي ز الاي ز صاير هنا الاي ز 8 جاي التيار هذا اسم IR وهذا التيار اسم IL الاي ز الاي ار مرة يجي هيتقسم قسمين هيروح الاي ز هنا و بعدين الاي load معناها الاي ز 8 جاي الاي ز جاي هو ال IR يساوي لي I ز ز ايل اي ار لان رح ينقسم يعني مجموع هذول هو اي ار مجموع هم يساوي ال اي ار اذن اي ار يساوي لي اي ز زائدا IL لان ينقسم عليهم فمجموع هم يساوي لل IR لازم شنو استخرج حتى استخرج ال اي ز لازم IL و IR القوانين واستخرج هم اذا IR معناها التيار على هذي المقاومة عندي فولتية وعندي مقاومة استخرج التيار IR يساوي لي هو منطيني قانون الي IR تساوي V ناقص V على R اذا طبقت القانون واذا طبقت انه فولتية المقاومة على المقاومة سراح نطيني نفس النتيجة هسا نطبق مثنين ونشوف التيار المقاومة ايش تساوي لي فولتية على التيار الفولتية التابعة للمقاومة يعني VR اللي هي 6 على الار نفسها اللي هي 1 كيلو اوم طيني 6 هذي اذا بحالة بدون ما استخدم قانون اللي هو V ناقص V اذا قلت V ناقص V ال V ناقص V على R نفس النتيجة رح ينطيني ال V هي 16 ناقص ال V اللي استخرجناه هنا اللي هي 10 هي صحة 11 بس من اشتغل الدايوت صارت 10 ناقص 10 على ال R اللي هي 1 16 ناقص 10 ايضا رح ينطيني 6 على 1 ينطيني 6 اذا نفس النتيجة اذا استخدمت قانون الزنار او هو القانون العادي مالة التيار هذا ال IR هس اجي استخرج ال I load I load وان صار على هذه المقاومة ايضا volt على مقاومة 3 كيلو ohm volt 10 ويساوي 3 3 3 3 ملي امبير هنا تيار ايضا ملي امبير هسا صار عندي معلوم ال I load وال IR اقدر استخرج I Z IR ارجقت قيمتها هطبق مباشرة IR اللي هي 6 ملي امبير تساوي I Z المجهول زائدا I load 3 3 3 ملي امبير اريد I Z هنا موجب اجيبه هنا يصير ناقص I Z هذه 6 ملي امبير منا موجبه من اجيبها هنا رح اصير ناقصه 6 ملي امبير هذه تبقى نفس اشارته لان هي بعد الي يساوي 3 3 3 3 ملي امبير اتخلص من الاشارة اضرب المعادلة بناقص فناقص بالناقص رح يصير موجب I Z تساوي لي الناقص بالناقص عمر رح يصير موجب 6 ملي امبير الموجب بالناقص رح يصير ناقص 3 3 3 3 ملي امبير اناقص 6 ملي امبير ناقص 3 3 ملي امبير ويمطيني I Z 2 67 ملي امبير ناخذ الحالة الثانية من الزينار دايود الي هو يكون Fixed V مصدر ثابت and variable R load المقاومة تكون متغيرة من يكون عليها هذا السهم معناها متغيرة وهاي الحالة رح اعرف انه هاي الحالة للزينار الحالة الثانية هم عندي مجموعة قوانين اطبق عليهم واستخرج المطالب خلي نشوف هذا المثال ونطبق القوانين واحد واحد for the network of zener diode determine يقول لي the range of rl من يقول لي range شون يعني يعني لازم عندي range maximum وmanimum المن للمقاومة rl يكون لها maximum وmanimum and il تيار هم يكون لها maximum وmanimum هنانا يكون ال i load من يكون هنانا minimum معناها هنانا maximum يكون هنانا mini يكون هنانا max شغلة عكسية الماكس منطينية 32 ملي امبير هسا اجي استخرج هو بما انه طالب من عندي يقول لي range معناها انا اعرف range يعني maximum وmanimum اجر ل rl و استخرج هي minimum وبعد استخرج ها maximum وللتيار هم ميتان هسا r minimum عندي قانون اله اللي هو r في ال v z على v n ناقص v z 10 قانون r mini اذا r mini r يقصد بها هذي من يقول فقط r يعني هذي اذا يقول r load معناها اه نانا بس هسا ما اكو r load r هي 1 كيلو اوم في v z منطنيها 10 نانا v z 10 v z 10 volt على v n 50 ناقص v z 10 فراح يكون الناتج مالة الميني 0.25 كيلو اوم هسا هذي r mini استخرجناها اجي استخرج i load mini i load mini i load mini ايضا عندي قانون اللي هي i load mini شو ساوي lir naقص iz max i load mini ir naقص iz max زين انا iz max موجودة منطنيها 32 بس ir ما عندي اذا لازم استخرج ir يلا اقدر استخرج i mini ir تكون على هذي المقاومة انا اريد استخرج ir عندي مقاومة بس لازم شنو استخرج البولت هي بالبداية حتى استخرج ir لازم استخرج البولت هي vr على هذي المقاومة اخذ اخذ لوب واستخرج 50 volt ناقص ال vr ناقص 10 volt مالة الدايود 10 تساوي 0 صفر 1 اثنيناتهم ملي امبير منطينيها ال ايزت هنانا 32 يؤدي الى i mini شرح يساوي لي ساوي 8 ملي امبير هذا هو المني هسا اجي استخرج i maximum i maximum لان التيار يكون عنده mini و maximum والمقاومة 100 mini و maximum استخرج المكسيم خالش شنو القانون اللي يقدر استخرج به المكسيم il maximum تساوي لي visit على rl minimum الvisit موجودة والrl mini موجودة il max visit على r mini دائما من يكون هنا max تيار اذا المقاومة هنا mini والعكس صحيح visit هي 10 على r mini r mini 25 k ohm 40 40 40 m m p هاذي مينو اي ال ماكسيموم زيان اريد هسا الار ام استخرجتها فقط مني هسا استخرجها ماكس اش وقت تكون ار ماكس انا مو قلت هناك التيار ماكس اذا المقاومة مني هسا المقاومة ماكس اذا التيار هناش راح يكون حتى لا احفظ قوانين التيار راح تكون مني يعني هو عكسي تناسب عكسي فمن المقاومة ماكس اذا التيار راح يكون مني البيزة نفسها طيزة هي عشرة على الاي ميني الاي ميني اي ميني اي ميني ثمانية عشرة على ثمانية ويساوي واحد بوينت خمسة وعشرين ملي امبير هنا ملي امبير مقاومة كيلو ام وهنو نفولت نكمل الزنار وناخذ النوع الثالث والاخير اللي هو تكون Fixed RL مقاومة ثابتة وال VN تكون متغيرة Fixed RL and Variable VN بما انه VN متغيرة معناها VN رح تكون الها قيمة قيمتين تكون الها Maximum و Minimum لل VN فقط وايضا عندي قوانين اطبق عليهم خلينا اخذ المثال هذا بالمثال يطلب من عندي Range of VN يطلب من عندي Range من يطلب Range اعرف معناها يريد Maximum و Minimum زين اول شي خلينا استخرج المني وبعديين الماكس عندي قانون للمني VN Minimum VN Minimum R Lod في R زائد R في VZ على R Lod اول شي عندي المقاومة ال R هنا ميتين وعشرين اوم احولها للكيلو ميتين وعشرين اوم اقسمها على الف راح تساوي لي بوينت اثنين وعشرين كيلو اوم حولتها للكيلو هسا ال V maximum عفو ال VN Mini اش راح تساوي لي R Lod زائد R R Lod هي واحد بوينت اثنين ال واحد بوينت اثنين زائد ال O بوينت اثنين وعشرين اللي هي ال R في VZ VZ عندي عشرين اقسمها على R Lod اللي هي واحد بوينت اثنين كيلو اوم اذا ال VN Mini راح تساوي لي 23 بوينت 67 V هذي المني هسا اجي استخرج الماكس الماكس هذا قانون الماكس IR ماكس في ال R زائد VZ VZ موجودة ال R موجودة بس عندي IR ماكس ما موجودة لازم استخرج IR ماكس حتى اقدر استخرج ال VN ماكس IR ماكس هذا قانونها IZ ماكس موجودة قيمتها 60 مليامبير بس IL ما موجودة فلازم استخرج IL بعدها اللي اقدر استخرج ال I R ماكس ومن ثم استخرج ال VN ماكس اذا هس اول شي استخرجه هو ال I L نجي استخرج ال I L IL ماكس I لكتب القانون IR ماكس يساوي I I ماكس زائد IL يعني اريد IL IL 1 صاره هنا التيار شي يساوي لي VOLT هي على مقاومة المقاومة اعرفها اللي هذي هنا 1.2 كيلو اوم زين ال VOLT هنا VR VL ما عندي بس الدائرة توازي معناها ال VOLT اللي هنا هي نفسها هنا اذا VOLT VL تساوي لVOLT الزينار دايود وتساوي لعشرين الاندارة توازي يعني ال VL تساوي لي ال VZ راح ينطيني 16.6 VOLT 16.6 ملي أمبير هذا تيار زين هسا استخرجت ال I L اقدر استخرج ال I R ماكس I Z ماكس هي 60 ملي أمبير زايدا ال I L اللي هو 16.6 ملي أمبير ويساوي 76 وسبعين وسبعين بوين 26 ملي أمبير هذا ال I R بما أنه ال I R عندي صار معلوم هس يقدر استخرج ال VN ماكس VN ماكس تساوي I R ماكس في R زايدا I L زايدا VZ عفو زايد الفيزة إذن VN ماكس تساوي I R اللي هو 16.6 ملي أمبير في ال R اللي هي هذي اللي حولناها هي O 22 كيلو أوم زايد 20 العشرين اللي هي VZ من دنيا عشرين إذن VN ماكس تساوي 36.7 volts الظLD سلام الRIS هذي في اشتماح اللحة عشي تأشم دعو